محمد إذن حزب الله يبدأ هجومه ويوسع رقعة النار لتمتد من الجليل إلى حيفة في تمام الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف الليل صفرات الإنذار تدوي في الجليل الأسفل قرب حيفة وفي وادي عارة ودوي انفجارات واسعة في مرج بن عامر حزب الله يعلن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنان الصواريخ المستخدمة هي صورية الصنع من نوع خيبر ام مائتين وعشرين بمدى ثمانين كيلو مترا وام ثلاثمائة واثنين بمدى يصل إلى مائة وخمسة كيلو مترات يشار إلى أن هذه الصواريخ هي من منشأة عماد أربعة التي ظهرت في التسجيل المصور من داخل أحد أنفاق الحزب ما هي إلا ساعات حتى أعلن الحزب عن استهداف القاعدة مرة أخرى بصواريخ فادي هذه القاعدة كان قد نشر الحزب لها مشاهد سابقا ضمن سلسلة الهدهد تبعد هذه القاعدة عن الحدود مع لبنان نحو 49 كيلو مترا إذا ما اختربنا بالخارطة التفاعلية هذه هي قاعدة رامات ديفيد ونشير إلى أنها القاعدة الجوية الوحيدة في الشمال تضم مجموعة من الاختصاصات الجوية التي تتوزع بين مقاتلات حربية ومروحيات للقتال والنقل والإنقاذ والاستطلاع في ظل التصعيد الحالي يرفع الحزب من وطيرة القصف ليقصف مجمعات الصناعات العسكرية التابعة للشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمالي مدينة حيفا بالعشرات من صواريخ فادي والكاتيوشا يبعد الهدف نحو 25 كيلو مترا من الحدود ويعلن حزب الله أن هذه الضربة رد أولي على المجزرة الناجمة عن تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي ونشير إلى أن الحزب حتى الآن لم يعلن الرد على مجزرة الضاحية الجنوبية التي راح ضحيتها 45 شهيدا بينهم قائداني وأربعة عشر عنصرا جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاقي أكثر من مئة صاروخ في الجليل الأسفل ومناطق عدة في شمالي حيفا نتحدث عن أضرار في هذه المناطق أضرار كبيرة إلا أن النصيب الأكبر من هذه الأضرار كان من نصيب منطقة كريات بياليك في المقابل جيش الاحتلال أعلن بدأ شن موجة هجمات جديدة على لبنان غارات واسعة تستهدف العديد من البلدات بدءا من مناطق جنوب نهر الليطاني وصولا إلى البقاع وإقليم التفاح والعمق في لبنان في القطاع الغربي استهدف الاحتلال وادي زبقين ومجدل زون وشيحين وكذلك بلدة ياطر وفي الأوسط استهدف بلدة رامية طائرات الاحتلال استهدفت المنطقة الممتدة من الخردلي إلى المحمودية وأطراف زلايا ولبايا في البقاع الغربي وكذلك نبع الطاصة وصولا إلى إقليم التفاح نتحدث عن عدة قرى في هذا الإقليم التي تبعد عن الحدود بعمق يقدر بثلاثين كيلومتر أما عمق الجنوب فاستهدف الاحتلال بلدة الطيب في صور بعمق يبعد خمسة عشر كيلومترا من الحدود وبلدة فرون في قضاء النبطي وبلدة أنصار بعمق يقدر تقريبا بنحو عشرين كيلومتر وبلدة الزرارية في قضاء صيدة بعمق يقدر باثنين وعشرين كيلومتر إلى هنا آخر التطورات بين حزب الله وإسرائيل أما الآن فعودة إليك محمد ترجمة نانسي قنقر